السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هناخد الدرس التاني للصف الثالث الاعدادي اهم اشكال السطح بالوطن العربي فيه يعني كتير من العوامل اللي سهمت فيه تشكيل تدريس الوطن العربي وهي زي الحركات الانكسارية الحركات الانكسارية نشأ عنها جبال زي جبال الشام وجبال البحر الاحمر فيه كمان السورات البركانية ودي قدت الى زهور جبال وهضاب بركانية زي هضبة اليام كمان فيه الحركات الالتوائية وده نشأ عنها جبال زي جبال اطلس وعمان وكردستان وزاجروس كمان فيه عوامل خارجية دي كانت عوامل باطنية لكن فيه عوامل خارجية زي ايه؟ زي التعرية المائية ودي بينتج عنها اشكال مثل الدلات والشواطئ كمان فيه التعرية الهوائية ودي بينتج عنها اشكال متعددة زي الكزبان الرملية طيب اهم اشكال السطح بالوطن العربي في الجناح الاسيوي فيه جبال زي جبال الشام جبال البحر الاحمر جبال البحر الاحمر اللي هي عسير والحجاز واليمن كمان مرتفعات عمان فيه هضاب زي بادية الشام في الشمال ونجد في الوسط وحضر موت في الجنوب وسهول فايدية زي دجلة والفرات في العراق والعاصي والليطاني في سوريا ولبنان اما الجناح الافريكي عنده جبال الاطلس وجبال البحر الاحمر ده في الجناح الافريكي هضاب زي هضابة افريكا الشمالية وهضابة الشطوط وكمان فيه اوديا جفة زي وادي العلاق في مصر ووحات زي واحد الكفرة في ليبيا وواحد سيوا في مصر وكمان فيه سهول فايدية زي نهر النيل في مصر والسودان وجوبا وجبيلي في الصمال هناخد مراجعة سريعة كده طيب الموقع الجغرافي وطن العربي بيقع في قلب العالم وده بيظهر من خلال الموقع الجغرافي والموقع الفلكي ومساحة الوطن العربي وليه اهميات زي الاهمية الاستراتيجية والاهمية الاقتصادية والاهمية الحضرية والاهمية الدينية طيب بيقع الوطن العربي بيحده من الشمال جبال تروس والبحر المتوسط ومن الجنوب المحيط الهندي والصحراء الكبرى ومن الشرق الخليج العربي وخليج عمان ومن الغرب المحيط الاطلانت ومن الشمال الشرقي جبال كردستين وزاكروس اما الموقع الفلكي فهو بيقع بين دائرتين عرض اتنين جنوبا وسبعة وثلاثين درجة وثلاثين شرطة شمالا بين خطي طول سبعتاشر غربا وستين شرقا مساحة الوطن العربي مساحة دول الوطن العربي بتبلغ مساحتها حوالي تلتاشر مليون كيلو متر مربع عدد الدول العربية اتنين وعشرين دولة اتناشر في اسيا وعشرة في افريقيا اما الاهمية اهمية الموقع لانه بيتحكم في العديد من المرات المائية الهمة اللي بتزداد اهميتها وقت الحروب ودي الاهمية الاستراتيجية وبنستخدمها في السلم والحرب اما الاهمية الاقتصادية بقى بيمتلك سروات كبيرة من البطرول ومصادر الطاق والموارد المتنوعة وبيشرف على طرق التجارة العالمية بين الشرق وبين الغرب اما الاهمية الحضارية فدي قامت على ارض الوطن العربي العديد من الحضارات زي الحضارة المصرية الاديمة وبلاد الرافدين وكتير من الحضارات اما الاهمية الدينية كان مهد للديانات السماوية الثلاثة ويوجد بها العديد من الاماكن المقدسة زي الكعبة والكنيسة وكنيسة المهد وبكده نكون عرفنا اهمية الوطن العربي وشكل سطح الوطن العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته